اشتركوا في القناة يا رب ارزقنا خير هذا اليوم يا رب ادينا يا رب ما تحرمناش لما كانت تبقى بتفكر في حده عارفة مثلا حد عنده امتحان حد عنده مقابلة وظيفة حد عنده مشكلة معينة في حياته كانت تدعي لهذا الشخص ان ربنا يوفقه في الامتحان يا رب يوفقك في الامتحان يا حنان يا رب يا ولادي يا ساعدكم يا رب كذا يا رب كذا كانت دايما تفتدي يومها بشوحن التفاول وانا لما كنت اسمع كلامها وادهيتها الصبح كانت برده قلبي بينشرح وبيتملي تفاول افكر في ناس او احيانا انا ان احنا نسحى من الصبح وكلنا تشاقم وظلمة وزهق وقرف وإحساس كده مش حلو خالص يعني اعتقد ان بداية اليوم الإحساس اللي بنحسه في بداية اليوم بيحط التون لكل اليوم اه حنطلع وحنجاهد وحنعافر في الدنيا على فكرة كل الناس بتعافر في الدنيا حتى الاغنية حتى الناس اللي قدامنا يبانوا ان هم مرتاحين كل الناس بتعافر في الدنيا ولكن مين اللي اللي بيملح حياته تفاول في ناس منتظرة ان التفاقل وان السعادة وان المشاعر الطيبة الحلوة تجيلها من بر تجيلها من الآخرين اللي حواليهم لكن ده مش بيبقى دايما واحيانا بيبقى مش متاح أصلا جدتي ما كانتش ظروفها يعني تخليها أسعد ستة في الدنيا ومع ذلك ما سمحتش لقلة الفلوس أو 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 التعب أو الظروف اللي كانت حصلة في حياتها انها تنغص حياتها وكانت بتصحى كل يوم بجرعة التفاقل دي هي اللي عاملاها لنفسها مش منتظرة ان تجيلها من بر انا كنت سعيدة الحظ ومحظوظة ان انا يا ما بيت معاها ويا ما سمعتها ازاي بتعمل الاستباحة بتاعتها الصباح وده خلاني كنت مهتمة قوي قوي بموضوع ازاي الواحد بيبتدي يومه ويا ما دورت على ازاي احسن طريقة ان انا ابتدي بيها يومي كنت عاملة مجموعة فيديوهات صغيرة خالص على اليوتيوب كان اسمها استباحة مع حنان عواد ان كنت اللي بفكر فيه ان الكلام اللي بنقوله لنفسنا في الصبح هو اللي بيسات التون هو اللي بيعمل التون بتاع اليوم كله لو لو صحينا بتفاقل حنخفف عن نفسنا الزعل شوية حنخفف عن نفسنا التعب اللي موجود في الحياة وموجود في الدنيا كده تلاقي مثلا واحد صحي من النوم اوه هروح الشغل يادي القرف وهقابل مش عارف ايه والعملة والمكان والمدير والزملاء وده بيدربني وده بيعملني انت صحي الصبح تفكر في كل حاجة سلبية الست مثلا صحية من النوم كان نفسها تنام شوية كمان بس قعد عمالة اوه يادي مش عارف اعمل ايه والقرف والبيت والولاد نفسي انام بقى شوية نفسي كذا 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 مع اننا لو فكرنا ان هنلاقي ان دي حاجة والله مدعاة للسرور كويس ان الواحد صحي رايح شغل كويس ان الواحد صحي سي مثلا ما سبتش لسه بيت بابايا وممتي ان انا صحي في هذا البيت مهما كان صغير قليل كبير مش مشكلة ولكن اه صحي عندي سقف فوقية عندي بيت عندي ناس حواليا في منهم اللي بيحبني وفي منهم اللي بيدفعني للامام وفي منهم اللي عايزني ابقى الاحسن وفي منهم اللي غيران مني ما يمكن ده دليل على ان انا نائح كمية الافكار السوداوية اللي بتيجي في دماغنا الصبح محتاجة غربلة حتى ولو في فكرة واحدة بس كويسة هتعلق بيها ومسكها ما استناش ان جرعة التفاقل والامل تجيني من الناس اللي برا ولكن انا اعمل ايه انا اعمل ايه عشان اجيب النور من جوه مش استنى النور يجيني من برا حتى الميتافور دي حتى التشبيه ده ان انا استنى النور جاي من برا ما نور ربنا هو جاي من برا يعني الصبح جيه بالنور بتاعه واكيد اليوم جاي بالخير بتاعه علمتني جدتي ان كل يوم جديد بداية جديدة ولازم نغتنمها بالتفاقل وما نستناش ان التفاقل ده يتغرس فينا ولا يجيلنا من برا هي ما كانتش مستنية حد يقول لها بالعكس هي اللي كانت بتقول وبتشجع نفسها ومش بس كده دي كمان بتشعع هذا النور وتنور للحواليها وانا صغيرة سمعتها ازاي بتحط نفسها في حالة التفاقل دي وزاي ما قلتلكم كنت مهتمة قوي بحكاية ازاي نبتدي اليوم بتاعنا ازاي نصبح على بعض ازاي نبتسم لبعض ازاي نسأل بعض انت نمتي كويس انت نمتي كويس انت عامل ايه هتعمل ايه النهاردة يومك بادي ازاي نبقى مش بس ان احنا بنعمل هذا التفاقل لنفسنا لأ احنا كمان بنقدمه للاخر يوم جديد صبح جديد بداية جديدة مليانة بالتفاقل شوفوا كده بتصحوا تقولوا ايه لنفسكم علمتني جدتي ان اول حاجة اقولها الصبح لازم تكون حاجة كويسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر